السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت لا السؤال اللي بعده اشتريت جهاز عروسة هل اكتب الايمة بسعر اليوم ولا بسعر يوم كتب الكتاب الاسئلة بقى فيها اسئلة الحزازات دي اكتب الايمة في جهاز العروسة بسعر اليوم ولا بسعر يوم كتب الكتاب لا اكتب الايمة بسعر ما اشتريت بالشعر الحقيقي لهذه الأشياء آه انت عايز تكتب كمان أيمة مفيش حاجة تم شراءها انت عايز تكتب أيمة مفيش خلفها شيء تم شراء لا الصحيح بقى ان انت لو تكتب الأيمة تكتب الأيمة بسعر يوم ما كتبته يوم ما كتبت الأيمة ده يوم كتبت كتاب أو يوم كتبت الأيمة ده يوم ما كتبتها قبل كتب الكتاب أو بعد كتب الكتاب يبقى انت تكتب بسعر اليوم اللي انت كتبت فيه الأيمة لان ده اليوم ان انت فيه بتقول ان الجزء ده من مهر المرأة لان انت لما بتكتب الأيمة بتقول ان ده حق لهذه المرأة يبقى بتكتب الأيمة بسعر اليوم اللي انت كتبته فيه يطلع بقى ده يوم كتب الكتاب يطلع ده يوم غير يوم كتب الكتاب تكتبه بالسعر اللي انت كتبته فيه لان ده توثيق للحق اللي عندك انت فالتوثيق للحق اللي انت أولى ان انت تكتبه باليوم ده على فكرة ولو كتبته بسعر يوم كتب الكتاب أو بسعر اليوم ليس فيها اي شيء لان دوت انت بتقر بشيء حق للزوجة عليك فلو كتبته بأي واحد من الثلاثة ليس فيه إشكال لكن الأصوب أن أنت تكتبه بسعر اليوم اللي أنت كتبت فيه الأيل